موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين الكرام من المعلوم أن الشريف الإدريسي هو أول من وضع خريطة علمية في الجغرافيا ولا شك أن ظروفا كثيرة أسهمت في بناء شخصيته العلمية وعمله كما هو معلوم استطاع أن يكون معتمدا من طرف المختصين خلال ثلاثة قرون للتعريف بإبداعه في علم الجغرافيا نستضيف في حلقة هذا اليوم من برنامج إبداعات مالكية فضيلة الدكتور جعفر بن الحاج السلمي عضو المجلس العلمي المحلي بتطوان والأساد بجامعة عبد المالك السعدي دكتور مرحبا أهلا وسهلا يعني قبل الكلام عن الإبداع الشريف الإدريسي في الجغرافيا ينبغي أن نعرف بهذا المبدع حتى يستفيد المشاهد من هو الرجل؟ الشريف الإدريسي هو مغربي من أهل سبتة طبقت شهرة الآفاق عند المسلمين وعند الأوروبيين الشريف السبت هو رجل من سلالة الأدارسة الذين حكموا المغرب فهو شريف يعني من ذرية المولى إدريس الشريف السبت رجل من ذرية الحموديين أيضا وهم أدارسة الذين حكموا جنوب الأندلس وكانت عاصمتهم هي مدينة سبتة في القرن الخامس الهجري الشريف إدريسي رجل من أهل القرن الثالث الهجري الذي هو الثاني عشر الميلادي هذا الرجل معاصر القاضي عياد والابن سبع السبت ويكفينا هذا للإسمان القاضي عياد كما تعرف لو لا عياد لما ذكر المغرب كما يقال هذا العصر القرن الثالث الهجري هو عصر المرابطين والموحدين وهو العصر الذهبي للعلم في المغرب فلذلك لا نتعجب إذا رأينا أول مهندس الجغرافية في المغرب وأكبر جغرافي في المغرب وأول جغرافي في المغرب من القرن الثالث للهجرة فمدينة سبتة كانت مدينة علم ودارة علم وهي المدينة التي تربط المغرب بالأندلس وصربت المغرب بالمشرق عبر البحر فلذلك أنتجت هؤلاء العلماء الكبار بسبب هذه التفاعلات المغربية الأندلسية والمغربية الأندلسية المشرقية إن الرجل خريج بيئة علمية صرفة بالتأكيد نعم يعني مهالم الشخصية العلمية للرجل الشريف الإدريسي مشهور بالجغرافية وهذا شيء جميل لكن كل شجرة كبيرة وعظيمة وشماء ودوحة تخفي شجائرات الرجل أيضا كان رجلا نباتيا وصيدلية فله كتاب ما زال موجودا في علم الصيدلة والنباتات ما يزال موجود مخطوطا في بعض خزائن تركية فشهرته بالجغرافية غطت على هذا الجانب كذلك شهرته بالجغرافية غطت عن كونه كان رجلا أذيبا شاعرا ولو أشعار يتشوق فيها إلى المغرب ويعبر فيها عن غربته وعن مأساته كما تفضلته هو نباتي وشاعر وجغرافي لكن أهميته العلمية أهميته في علم الجغرافية أين يتجلى إبداعه في هذا المجال؟ أولا إذا استطلعنا التوجهات العامة للجغرافية العربية قبل القرن الثالث الهجري قبل الشريف الإدريسي بالضبط لها توجهات الجغرافية العربية لأننا التوجه الفلكي لأننا التوجه المسالك والممالك لأننا التوجه الجغرافية الطبيعية أو الرحلات أو ما إلى ذلك الشريف الإدريسي رجل حاول أن يوفق ما بين الجغرافية الطبيعية الوصفية والجغرافية الفلكية حاول أن يبني الجغرافية العربية على نظرية الأقالم السبعة اليونانية طبعا هذه المدى العلمية التي كانت موجودة في زمنها ولم يبتدع نظرية الأقالم السبعة لكن حاول أن يطورها وهذا شيء مهم جدا وحاول أن يمزج ما بين تصورات بطليموس وبين الجغرافية الفلكية كما يقال وحاول أن يجسد كل المعطيات الجغرافية في خرائط هي في زمنها كانت أقرب ما يكون إلى الإتقان والضبط نحن نتكلم عن القرن الثالث لإزري عن القرن الثاني عشر الميلادي لا نتكلم عن جغرافية القرن التاسع عشر الميلادي في فرنسا لا لذلك فكل شيء نسبي ولذلك يجب أن نفهم أن نستحضر الأشياء ونحن نقوم ونقيم تجربة هذا الرجل في الكتابة الجغرافية الجغرافي الإدريسي الرجل استطاع أن يصف هذه الأقالم السبعة بأعلى درجة من الدقة كانت مستطاعة في زمنه ولذلك وصفه لأوروبا ولشمال إفريقيا والبلاد العربية وبلاد العجم كان بلغ الغاية في الدقة طبعا مدم أن عمل هذا سيطر علميا أكثر من ثلاثة قرون هذا دلال على العبقرية والنبوء يعني أين تتجلى العبقرية في عمل الرجل؟ الرجل لم يكن مجرد ناقل من كتب من سبقه أو صارق من كتب من سبقه لا الرجل أخذ النظرية اليونانية وأخذ الجغرافية الوصفية وأخذ المصادر العربية وهي كثيرة جغرافية البكري والجيهاني وفولان والبلخي وفولان وفولان واليعقوبي وابن خردذابا وغيرهم أخذ كل التراث العربي بتوجهاته وتشعباته ومزجه ليعطينا جغرافية أقرب ما يكون إلى الدقة لذلك بقيت معتمدة ولم يقتصر على البلاد الإسلامية المسالك والممالك الإسلامية بل شاملت كذلك أوروبا وهذا شيء مهم جدا هذا فيمكن من هذا الباب أن نقول أن الإدريسي أحد من شرع باب الاستغراب لا استغراب لا استغراب أي الدراسات الغربية في تراثنا العربي فهو ياسف بريطانيا وألمانيا وياسف روسيا وبرونيا وأوكرانيا وهذا شيء وإيطاليا وهذا شيء جميل جدا والأندلس وما إلى ذلك فضل عن فرنسا والجزر البحر الأبيض المتوسط وهذا شيء مهم جدا فهو يقدم لنا جغرافية كونية وليست جغرافية إسلامية فقط على أهمية الجغرافية الإسلامية ويصحح أخطاء من سبق ويضبطها الشريف الإدريسي لم يكن مجرد ناقل بالعكس رجل مش شهد في الجغرافية مكث في كتابة هذا الكتاب حوالي 15 سنة وكان رئيس فريق علمي منظم رئيسه الأعلى هو الملك روجر الثاني ملك سيقليا النورماندي وهو رئيس الفريق العلمي فهذا الفريق كان يبعث الرسل والأدلة إلى البلدان ليستحضروا المعلومات المضبوطة وكذلك كان يفاوض ويخابروا الحجاج والمسافرين في البحر الأبيض المتوسط وفي الشرق وما إلى ذلك لجمع المعلومات نعم عفوا الدكتور يعني هو الإدريسي لإنجازه هذا الكتاب العظيم وهذه الخريطة العظيمة أنجزها بسقيلة نعم وهو يترأس فريق علمي نعم والمدة كم يعني؟ كما تفضل؟ حوالي 15 سنة وهي ليست أمرا هينة معتمدا على مكتبة جغرافية عربية هائلة فالمصادر التي رزع إليها الشرق الإدريسي هائلة ولم يكتفي بذلك بل المصادر البشرية التي رافقت عمليات الطلاع الكتب أيضا هائلة جدا فالرسل كانت والحجاج والمسافرين كانوا يجبون الأرض ألمانيا، روسيا، بريطانيا، الأندلس، شمال فريقيا وهو يجمع من عندهم المعلومات فعملية تركيب هذه المعلومات وتجميعها وتنظيمها في إطار نظرية الأقاليم السبعة اليونانية هذا شيء هائل جدا يعني مقارنة مع من سبقه وكان أكثر علمي وأكثر دقة كيف يتجلى ذلك؟ يتجلى أولا في الخريطة أقرب إلى الدقة الخلجان والبحار وما إلى ذلك يتجلى أيضا في الأطوال والمسافات بابا بين المدن وبابا بين القرى وعلاقات هذه البلدان فضلا عندنا الجغرافية في ذلك الزمان كان ملزما من تقديم فضلكات سياسية وثقافية ودينية في حديث مثلا عندنا الشعب الفلاني وثني أو مسلم أو تحكمه الأسرة الفلانية أو ما إلى ذلك فالجغرافية لم تكن مجالة جغرافية طابعية أطوال ومسافات ما هي أيضا جغرافية سياسية ودينية وثقافية وتحكي لك عادة عادة الشعوب وما إلى ذلك جغرافية بشرية وثقافية وثقافية والسياسية فيها كل هذه الجوانب دكتور يعني وله كتابه ذائع الصيت نزهة المشتاق في اختراق الأفاق هذا هو الكتاب لكنه رسم خريطة ذائعة الصيت أيضا ذائعة الصيت أيضا ما حكيت هذه الخريطة؟ يا ذائعة الصيت وضائعة الصيت عجيب فقط قام الشعريف الإدريسي بصنع خريطة فدية الملك روجر لما صنع الشعريف الإدريسي الخرائط بتهج بها هو طلب منه أن تكون من فدة ولذلك لما دخلت الصوار بعد وفاة الملك روجر في بليرمو في سقلية دخلوا قصر الملك قاموا بتدمير هذه الخريطة ليأخذوا فدتها لذلك أضاعت فهي ذائعة وضائعة مع الأسف لكن الكتاب لا زال محتفظا بها لا الكتاب نعم ما زالت الخرائط موجودة والكتاب ما زال موجودة الحمد لله ومطبوعه منشور والكتاب حبث لو حدثتمون عن مدى الاهتمام به في الواقع أنه في النهضة الأوروبية بدأ الأوروبيون وهم يحاولون التعرف معرفة بلاد الإسلام وبلاد الشرق بدأوا ينشرونه قطعة قطعة ثم كذلك في رغبة منهم لدراسة طاريخهم وجغرافيتهم القديمة صاروا ينشرون القطع المتعلقة بأوروبا فلذلك الغريب أنه منذ أكثر من قرنين أو منذ قرنين أو حوالي قرنين ظهر نزهة المشراق في صورة قطع لا في صورة كتاب كامل مكتمل أجزاء أجزاء لماذا؟ أولا لعز الباحثين على أن ينشروه كاملة فالباحث الإسباني لا يستطيع أن يعرف بالضبط جغرافية أوكرانيا قبل في القرن الثاني عزار لا يسعب عليه أو جغرافية الصين أو جغرافية الهند أو ما إلى ذلك أو المغريدي كل باحث اهتم بالجغرافية التي هي جغرافية بلده وهكذا صار عندنا الكتاب ينشر مجزأا منجمة كما تفضلتم الكتاب نشر منجما لمعنى الفرنسي ينشر ما يهمه الإسباني ينشر ما يهمه وهكذا وهذا يعني أيضا أن الإدريسي اجتمع فيه ما تفرق في غيره ماذا يعني لكم ذلك؟ بالتأكيد التعاور وتداول باحثين من جنسيات مختلفة ومن حضارات مختلفة على نشر الكتاب يعني أن الكتاب وثيقة كونية في الشيء في إدريسي لم يكتب جغرافية للمسلمين فقط أو للمغاربة فقط أو الأندلسيين فقط أو البريطانيين فقط بل كتب الجغرافية الكونية التي كانت معروفة في زمنها يعني من الصين إلى سبسة ومن سبسة إلى بريطانيا ويتضمن ذلك تقريبا الجغرافية الأوروبية كلها وهذا شيء مهم جدا وفتح بهذا باب الاستغراب أي باب دراسات الغربية ونتصور عالما مغربيا سبسيا مالكيا يقرأ على القاضي عياد وأنثى القاضي عياد ويدرس جغرافية أوكرانية هذا شيء يعني طريف جدا ويجب أن يسجل له بمداد الفخر وبمداد الذهب فالكتاب وثيقة كونية مثلما إن رحلة بن مطوطة فيما بعد وثيقة كونية كذلك نزهة المشاق للشيء في إدريسي وثيقة كونية في هذه الجغرافية تاريخية فكل باحث وجد نفسه ووجد قومه عند الشريف الإدريس هل يمكن اعتبار عمل الإدريسي هو نتيجة طبيعية للمدرسة المالكية التي ينحدر منها؟ الإسلام في أصله يقول سيروا في الأرض يعني فالسيروا في الأرض والبحثوا في الأرض والضربوا فيها ومعرفة القبلة ومعرفة الأرض العنوى وأرض الصلح وكل هذه الأشياء أو فقه الجغرافي إن شئنا هو أصل في ظهور جغارفة مسلمين فضع الاحتياجات السياسية واقتصادية والسياحية وما إلى ذلك لذلك الزمن فعقلية الشارف الإدريسي هي عقلية هؤلاء المالكية الذين أثنوا أنفسهم في طلب العلم من الشريعة إلى العلوم العقلية فالفاقيه المالكي أو العالم المالكي لم يكن فقط رجلا لا يعرف إلا الوضوء الصلاة على زلالة الوضوء الصلاة لا العالم المالكي كان يدقي العلم الشرعية وتهمه أيضا العلوم العقلية منها الجغرافية منها الفلاك منها الأشياء كثيرة الآن الحاجة إلى الشريف الإدريسي هل هناك من حاجة إليه وبعماله الشريف الإدريسي هو مرآة لهذا اللقاء المسيحي الإسلامي مرآة لهذا اللقاء بين الشمال والجنوب بين أوروبا والبلاد الإسلامية في شخصه تجتمع كل هذه التناقضات واستطاع هذا الرجل أن يذوب هذه التناقضات على جلالتها وعلى خطورتها ويظهر بمظهر الرجل الذي يوائم بينها ويحاول أن يوائم بينها الرجل المسلم وعاش في بلاط روجر الثاني وبدعوة منه أقام وذهب طائعا غير مكره إلى السقلية وكان ممثلا للمسلمين السقليين ووجيههم ولسان حالهم في بلاط المالك وهنا أهميته الشريف الإدريسي الناس ينتبهون إلى الشريف الإدريسي ويهمون منه الجانب الجغرافي أنا يهموني منه الجانب الجغرافي والجانب الديني والجانب الاشتماعي الرجل لم يكن مجرد راسم للخرائط أو مستطلع لأحوال الجغرافية وأيضا وجيه المسلمين هو عم معتمدهم والحال أنهم كانوا مستضعفين فمن يدافع عن هؤلاء من يفتيهم من يرشدهم من يأخذ بيدهم فالشار إدريسي حضوره في السقلية كان فيه منفعة كبيرة للمسلمين السقليين وهذا شيء يجب أن يسجل له بمداد الفخر لم يتخلى عن المسلمين هناك لم يطلب منهم أن يهاجروا لأن النصارى أخذوا بلادهم بل على العكس كان هو وجيههم وهو معتمدهم وهو لسانهم غريب يعني هذه الرحلة لما اختار بالضبط السقلية كان يمكنه أن يختار مناطق أخرى مثلا هل كانت هذا البلد سقلية مهتمة بالعلم أكثر؟ في الواقع كان مهتما بالعلم المشكلة الشارف إدريسي أنها عاش في زمن كان فيه تطاحن في المغرب ما بين المرابطين والموحدين وهذا جعل بعض العلماء يهاجرون إلى المشرق هذه المرحلة أيضا هي مرحلة الحروب الصالبية في الشام فسقلية كانت هي النقطة الرابطة ما بين المشرق والمغرب بين أوروبا وبين شمال إفريقيا بين المسلمين وبين النصارى وجدها مكان مناسب لتحقيق طموحه الجغرافي هذا من جهة ومن جهة أخرى في الملك روجر بسبب أبعاده السياسية والعلم يوفر له معهدا للبحث العلمي فيه كتب فيه راتب وموفر وفير فيه أدلاء مرشد وموفر له بيئة علمية للاشتغال وملك روجر كان سعيدا جدا لأنه عاهد بهذه المهمة إلى رجل عبقري وهذا الرجل لم يخذل بالعكس يعني لم يضع ماله ولا جهده ولا أمله سودا وعبثا فأنتج لنا رائعة كونية لما زال الناس يحتفلون بها ويقدرونها قدرها إلى اليوم وهو كتاب نوثة المشاق وهو الخرائط أيضا يعني هذا الكتاب لحد الآن لا يمكن تجاوزه في مجال الجغرافية نعم في مجال الجغرافية التاريخية أقصد أما الجغرافية المعاصرة طبعا جغرافية التاريخية طبعا تاريخية نعم يعني هو وثيقة عن عنفوان وشأوي الجغرافية العربية الذي بلغته في القرن الثالث الهزري الثاني عشر الميلادي يعني علام بالنسبة للجغرافيين العرب والمسلمين على من اعتمد؟ هو اعتمد على كل الجغارفة السابقين عليه على اليعقوب على الاستخري على ابن خرد ذب على الجهان على ابن النذيم على كلهم طبعا أحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح لكن إذا قمنا بعمل التحقيق معرفية للكتاب لابد أن نكتشف بصمات كل هؤلاء إما بالتصريح أو بالتلويح أو بغير ذلك الذي يحضرني هنا أن الشريف الإدريسي رغم أنه بلغ ما بلغ بقي في نفسه شيء من سبتة إذ يقول شعرا ليت شعري أين قبري ضاع في الغربة عمري يعني كان متيما ببلده ليس كذلك دكتور؟ هذا هو شأنه المغربي حتى لو وصله مثل قوام الدين السبسي إلى الصين أو من بطوطة إلى الصين من بطوطة الطنجي يبقى مغربية تبقى محبة المغرب في قلبه فدماؤه مغربية وجهه مغربي لسانه مغربي عيناه مغربيتين كل شيء فيه قلبه ينبض بمحبة المغرب لا يقول إنسان ينصالخ عنه بيته ما أستحضر هذه القامة العلمية الفذة بما تنصحون الشباب؟ أنصحهم بأخذ العبرة من الشريف الإدريسي فهو رجل يمثل المغرب خير تمثيل من الناحية العلمية خارج المغرب ما أكثر الشباب الذين عندنا الآن في الجامعات الأوروبية والأمريكية يدروسون ويتفوقون وينبغون ويحترامون فالشريف إدريسي يرمز لهم جميعا هو رائدهم هو أبوهم الروحي والرمزي عجيب يعني ينبغي أن يتخذ قدوة رمزا للعالم المغربي الذي ينبغ ويتفوى خارج المغرب يعني هذا الكتاب الذائع الصيد نزهة المشتاق في اختراق الأفاق تحقيق العلم ما مدى علميته في الواقع المستشرقون هم الذين بادروا إلى نشر هذا الكتاب مقصة منجما منذ القرى 19-19 وكل سمى كما قلنا ببلده لكن في النهاية جمعوا هذه القطع كلها وصنعوا منها كتاب نزهة المشتاق لكن نحن المغاربة هل ترضينا هذه النشرة أنا أقول النشرة التي عندنا الآن لا ترضينا يجب أن يتشكل فريق علمي مغربي وحتى دولي فلا مانع يستحدر كل الطبعات والمخطوطات الموجودة ويعمل على نشر الكتاب نشرة تكون أفضل تكون أفضل فإذا كان القرن 19-20 وقرن اكتشاف أجزاء نزهة المشتاق وما إلى ذلك فيجب أن يكون هذا القرن هو قرن تحقيق هذه الرائعة والفذة والكونية حتى نقرأها ونحن مرتاحون إلى سلامة النص وأنه ليس في أخطاء أو تصحيفات وحتى نعرف موقع كل بلد بلد وقرية قرية وما إلى ذلك في الواقع يجب أن نعتني به ونحن العرب قصرنا في هذا الجانب لكن أن تأتي الأشياء متأخرة خير لها من أن لا تأتي أبدا وإننا تجربة لكتاب آخر جغرافي مخصص على نزهة المشتاق وهو كتاب روض الفرج وأنصو المهاج للشريف إيديسي نفسه قد نشرته وضعات الأوقاف الشؤون الإسلامية قبل سنوات نشرة جيدة ومحقق والفاضل لم يقصر في العمل ففي الإمكان مثلا أن نفكر في إعادة نشر كتاب نزهة المشتاق في نشرة مغربية محققة مفهرسة مضبوطة سالمة من التصحيف والخطأ وما إلى ذلك بقدر جهد الإنسان وهذه مهمة الجامعات المغربية أو معاهد البحث العلمي أو ما إلى ذلك أنا حسن ما أفهم من كلامكم أن هذا التحقيق يحتاج إلى تحقيق هو كل نص ينشر أول مرة في الواقع مع تطور البحث العلمي مع تطور مع ظهور المصادر ومع كذا يحتاج إلى إعادة تحقيق كل نص محقق يحتاج إلى إعادة تحقيق فالنشرة التي عندنا ليست خابحة بالتأكيد أنا لا يعني أنها كارثة أبدا ولكن بفضل ظهوري وبسبب ظهور المصادر الجغرافية العربية وستطور المعرفة الجغرافية ومعرفتنا بالجغرافية القديمة ويجب أن نعيد نشر النص مع الفهارس اللازمة ومع ما يلزم لتسهيل استفادتنا من الكتاب طيب يعني لا شك أن العديد من الباحثين أشادوا بهذا الكتاب لو تفضلتم ببعض الأسماء أخذوا مثلا كاراتشيكوفسكي أشاد بالكتاب وكتب عنه صفحات وصفحات وصفحات في كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي وهو رائع من الرائع في دراسة الجغرافية العربية عن غيميكل مثلا وعندنا باحثون غربيون أشادوا واللائحة لا يسعني عن الصح در فالإنسان لا يعد رب لذرات الرمل ولا قطارات البحر فعندنا هذا عدد كبير من الناس أشهدوا بكتاب نوزهات مشتق وهذا هو حق له هذا لأنه كتاب نافيس وكتاب كوني سؤال الذي يعترضنا ونحن نقترم من نهاية الحلقة أين انتهى المطاف بالشريف الإدريسي؟ في الواقع معلوماتنا عن الشريف الإدريسي هو تقتصر على ما كتبه الشريف الإدريسي عن نفسه في نزهة المشتق فحتى الذين ترجموا له من بعد مثل الصفاضي في الوافي بالوافي مثلا أو الذين أشاروا إليك من الأكفاني أو من إلى هذين الرزو العين لم يضيفها جديدة كلما في الأمر أنهم قرأوا الكتاب وقدموا إشارات أو كتب ترجمة مثل الصفاضي في الوافي بالوافيات فنحن لا ندري بالضبط هل توفي في السقلية أم رزع إلى المغرب وأنا أفترض أن مهمته لما انتهت في السقلية وأن الظروف السياسية لما تغيرت في السقلية بوفاة المالك الرجل الثاني وقيام الفيتان الميداري أفترض أنه يكون قد رجع إلى بلده والله أعلم فنحن ليس عندنا دليل ملموس طاريقي قاطع نقطع به في أمر قبره ونهاية هذا الرجل الفذ يعني رغم وفاته إبداعه لم يفرغ ولم ينتهي ولن ينتهي ولن ينتهي إلى الأبد إلى الأبد يعني استفدنا كثيرا منكم دكتور في هذه الحلقة عرفنا أن الإدليسي صاحب أول خريطة وصاحب كتاب نشرة نزة المشتاق في اختراق الآفاق كان يشتغل رئيسا لفريق علمي أول من أسس للاستغراب كما تفضلتم شكرا جزيلا على حضوركم على هذه الإفادة الطيبة كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن انتباهكم وأضرب لكم موعدا في حلقة قادمة مع ضيف جديد وموضوع جديد إلى ذلك من حين دمتم في رعاية الله